دكتور سليمان أراك معك اليوم أوراق ومعك يلا حسن أولا لا تيأس أخي المسلم أختي المسلمة لا تيأس من رحمة الله عجل الله عز وجل رحمن الرحيم سبحانه وتعالى الشيخ ذكر لنا قتل واللي كان عليه خطوات مشاكل وعليه من ذنوب الله يعليم والله أظهر الله له الرجل الذي قتل تسعة وتسعين رجل وأعتممهم بمئة وتاب تاب الله عليه لا تيأس بل ولا تقنط ولا تقنط من رحمة الله عز وجل الله تقنط من رحمة الله عز وجل الله رحمن الرحيم سبحانه وتعالى كل ما قال حبيبنا فعلا نتعلم على صفات الله عز وجل نتعلم على أسماء الله الله رحمن الرحيم خالق بار حتى لو خير الإنسان يوم القيامة بين رحمة الله ورحمة أمه لأختار رحمة الله عز وجل فأنت قريب إلى الله عز وجل فأختار رحمة الله عز وجل وحاول وحاول مرة حاول مرة ومرتين وثلاث مرات وإلى عشر مرات وإلى مئة مرة وتبق إلى الله عز وجل والله يحب التوابين كل من النسان تاب يحب الله عز وجل فالإنسان اللي لا يقنط يحاول مرة ومرتين يعرف ويعلم أن الله عز وجل هو الأحد سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فلا يأس مع الله عز وجل احسنت 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 انا جال بس بعود عليك ابو عبدالله بس بعلق على ما ذكرته حديث 99 نفس وحديث مشهور بس بأخذ الشاهد منه يعني هذا رجل في الأمم السابقة كان في مجتمع منتشر فيه المعصية ومنعد فيه الأمن والظلم منتشر بحيث أنك ممكن تسرق ما حدي يحاسبك ما فيه أمن ما فيه محاسب ما ممكن تقتل وبقوتك وجبروتك وربعك ما يقدرون أهل المقتولين ينتقموا منك فيرضون يقول خلاص الله يرحم ولدنا مات ولا الله يرحم زوجتي ولا أبونا مات ما نقدر نأخذ حقنا من هذا فقتل 99 نفسا قتل هذا طبعا خلال فترة يعني ما هو في يوم واحد لكن سبحان الله الدم يشتاق للدم يقولون القاتل القتل الأول حيانا يصعب على النفس لكن يصبح حيانا زي المرض عند الواحد في القتل ثم حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد اللي دله غرط يعني النمرة غرط دله على واحد ما يصلح تسأله مثل فرضا لو واحد سوى معاصي وقال من أسأل قلنا الله رح يسأل إمام مسجدكم وإمام مسجد مربما ما كان عاب ما كان عالما ولا ولا يعني طالب علم ولا رجل بس حافظ قصار السوري ويصلي بالناس فجاء وعطاه مسألة كبيرة ما عرف يحلها ذاك لكنه أفته بالغلط فجاء عند هذا العابد هذا العابد ربما لو يمشي وتطأ رجله على نملة ربما يعني يعد هذه معصية كبيرة والشأن يشوف له رجال قتل 99 نفس فجاء إليه وقال أنا قسلت 99 نفسا هل لي من توبة هذا لو أنه عالم الذي سؤل ويحكم على الأمور ويضبطها بمعرفته بسعة رحمة الله وصفاته وعدله وأن التوبة مفتوح بابها كان أجابه غير الجواب اللي جاوبه قال 99 نفسا قال نعم كلهم قتل قتل قال نعم وبتتوب بعد قال نعم قال ما لك توبة ما أنت أنت ما لك توبة أنت خلاص يعني أنت أنت أفسدت أمرك وخربتها ما عاد لك توبة قال يعني ما في توبة قال لا جهنم جهنم ما في توبة ويأخذ السكين ويقتنع دليل أنه ما يقدر يضبط نفسه يعني هو ربما عدد من الجرائم اللي ارتكبها بسبب الغضب إذا كانت تجي عند الرجال أول مرة تشوفه وقتلته دليل أنه كانت ما تقدر تمسك نفسك ثم مضى في حياته ثم حدثت نفسه بالتوبة مرة أخرى فسأل عن أعلى مئة الأرض فدلوه على رجل عالم جا عند هذا العالم قال أنا قتلته مئة نفس واحد منهم العابد اللي قبل كم يوم هل من توبة فقال له كلمة تصلح قاعدة عندنا قال سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة وباب التوبة مفتاحها بيديها قفلة عنك أن تسألني ما يحتاج تسألني لي توبة ولما لي توبة اسأل رب العالمين سبحانه تقبل توبتي ولا لا من يقدر يحول يحط حائل بينك وبين التوبة ومن يحول بينك وبين التوبة فيه توبة نعم مفتوح بهاك ما أدري الله يقبلها من كل ما يقبلها لكن أنت ادخل مع هالباب مفتوح ثم قال لكنك بأرض سوء اللي قدرت تقتل تسعة وتسعين أو مئة شخص ولا حد يأدبك ولا حد يمنعك عن ظلمك ولا حد يحاسبك على هالقتل هذا معناه أن الأرض اللي أنت فيها أرض تشجعك على الفساد أنت بأرض سوء ارتحل إلى أرضي كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم غير بيئتك مكانك اللي أنت فيه غيره مثل أحيانا لما يصير يجيك طالب مثلا في الثانوية ويقول لك أنا طحت في الدخان ولا طحت في المخدرات وطحت في كذا وكذا وكذا تقول مينة طحت فيها أولدي قال من يوم سجلت في الثانوية الثانوية هي أولدي اللي أنت فيها إذا كانت كثير من الطلاب يفعلون ذلك معناه أنها صارت بؤرة لفساد انقل منها تروح للثانوية الفلانية فيها ناس طيبين ترى بتتأثر بهم قال اذهب إلى بلدي كذا وكذا أو انقل من الحي اللي أنت فيها أخي أو انقل من العمل إذا كان كل يوم في المكتب أربعة خمسة كلهم هنفسات انقل يا أخي مكتب ثاني قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيه قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم إلى آخر القصة حتى غفر الله له لكن المقصود أن فيها أول شيء أن لا تقفل باب التوبة عن أحد والأمر الثاني قوله في لما تكلم قال ومن يحول بينك وبين التوبة آياب عبد الله السلام بسم الله الرحمن الرحيم